اهلا 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 بحضراتكم وطبعا جي معايد لقائنا الاسبوعي المحبب دائما للنفس مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر زكى بولان بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وتمم الله النصرى لمصرى بحضرتك لما دخلت قلت لي انا اول واحد راح انتخب في اللجنة بتاعتي كنت اول حد يروح اه بص يا سيدي انا بفضل الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم لان من المفترض ان انا قدوة كاهل علم للناس فانا كان رقمي 344 في لجنة مدرسة العياط الابتدائية لان انا من مقيمة مدينة العياط بالاضافة الى مدينة الجيزة لكن انا طبعا قدت في العياط فقط حلو فالساعة 9 وربع بالضبط امس شرفت باداء الصوت الانتخابي عظيم في ناس بقى مولانا تقعد ايه تخزل وترجف عابلينزل مرجفين في المدينة ده هو ده هتروحوا ليه ما تروحوش هتعملوا ايه واصل مش عارف ايه ويعودوا يشيعوا في جو من الفتن واشاعة السلبيات والتراجع في نفوس الناس الحمد لله وشكر لله ان الناس بتنزلوا بتروح ايه لكن ايه الصنف ده بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وضح وحذر في آن واحد هذا الصنف اسمه صنف المرجفين في المدينة الإرجاف يعني التخزيل ونشر الأخبار الضرة المدلسة للاغتمام والعياذ بالله يعني ليجعل الناس في غم وهم هذا الصنف ما خلى زمن منه ولا مكان يعني في حياة كل نبي ورسول عليه السلام ظهر هذا الصنف وظهر في أيام وعهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام لما استوى الإسلام على عوده وبدأت الثمار المرجوة الطيبة منافقون غاضهم هذا الوهج النوراني لدعوة الإسلام شوف التاريخ يعيد نفسه بس مع اختلاف الأماكن يعني فاستأجروا داراً يعني زي الآن مثلاً هما استأجروا قنوات فضائية وأجهزة إعلامية سواء كانت في الغرب أو كانت في بعض الدول العربية إلى آخرون أو بعض الدول الغير عربية المهم استأجروا داراً وكانوا يؤلفون أو يزورون الإشاعات الضارة وبالذات ضد الأجناد في جيش المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام طبعاً لهم طرق خبيثة في بعثارة ونسر الإشاعات الضارة والباس الحق بالباطل ودي مكائد شيطانية معروفة برضو الناس ثقافتها بتختلف هناك من يصدق هناك من يخضع هناك من يؤمن أنا بكلم بصفة مطلقة في أي زمان ومكان فالله سبحانه وتعالى ده من باب سعادة النائب الإعلام الواعد يوسف بالحسيني اسمها تدابير احترازية وقائية يعني ربنا بيبين لنا الجريمة قبل قحة كيف تعالجها ما جريمة الإرجاف والتاريخ بيعيد نفسه يعني أثناء العرس الديمقراطي والوطني بعض الناس بيتكلموا على سعر مش عارف البصل سعر السكر كأن القضية كلها إيه كيلو سكر أو حزمتين بصل يعني ده يدل على التفاهة وسزاجة لكن لما نيجي بقى أشوف القرآن بيعلو بيك بيقولي بقى على جماعة المرجفين والمخزلين لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة يبقى كم صفة ثلاثة متوالية ربنا بدأ بهم بالنفاق العقائدي يعني يظهرون خلاف ما يسرون وقد يكون نفاق عملي يعني لأن فيه وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف جسمه نفاق عملي لإن لم ينتهي المنافقون هؤلاء قلوبهم فيها مرض معنوي في قلوبهم مرض والمرجفون لما بفبركم أو يدلسوا الإشاعات لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة عقابهم إيه لنغرينك بهم يعني يا رسول الله انسلتك عليهم وده بلغ لكل ولي أمر وللقضاء لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة حكم الله في المخزلين والمرجفين إيه لا يستحق شرف المواطنة لا يستحقون شرف المواطنة مثل إيه يعني كان مفروض أنا لست رجل تشريعي يعني دستوري مثلا لكن أنا رجل خدم الفقه الإسلامي لو كان الأمر بيد اللي قلت كان من المفترض في علم السياسة الشرعية أن الجواسيس الذين يضرون بالوطن وأن المرجفين الذين يخططون للإضرار بالوطن تسقط عنهم الجنسية تماما وما يترتب على ذلك من آثار أهو القرآن نطق بذلك ثم لا يجاورونك فيها يعني لا يساكنونك يا رسول الله في المدينة لأن دولة هيعملوا خلخالة اجتماعية يضرون منها لسه ده في الدنيا يبقى دير بين اسمها إيه بقى عقوبات دنيوية زجرية اللي هي إسقاط الجنسية أو المواطنة وما يتبع ذلك من حقوق ليه؟ لأنه يجي من المرجفين سواء بقى راح ناعق وزاعق في قناة فضائية مأجورة خارج البلاد أو في دخل البلاد كسوس الخشب لو عالم هؤلاء أن الجنسية ستسقط عنهم وأن المواطنة ستسحب منهم وما يترتب على ذلك من أثار لأنه مش ممكن يكون فيه جسوس أو مرجف أو مخزل ويتعلم هو أولاده مجانا على حساب الدولة ممنوع يأخذ سموين على حساب الدولة ممنوع يتعالج على حساب الدولة ممنوع لأنه كيف يكون بهذه الأخلاق الرديئة والأفكار السودوية الظلامية وعايز يعمل تهييج المجتمع الدولي على وطنه الذي ولد على أرضه والذي شرب من ماءه وأكل من خيراته وتعلم في مدارسه وتعلم في جامعاته وبعدين يجري طفشان على مش عارف قناة إيه ويعمل برنامج إيه ويعمل كذا الإنقلاب على وطنه هنا ربنا بيقولي بقى لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة ده جزاء الدنيا طيب جزاء الآخرة أو الدنيا والآخرة ملعونين أينما سقفوا ياه تعرف إيه معنى عزك الله والسامعين والمتابعين اللعنة هو الترض من رحمة الله يعني هؤلاء دعك من أنهما يظهرون التدين المخشوش يظهرون الوطنية الزائفة الآن لما إحنا لوش عرفنا أن إحنا نتابع السوشيال ميديا بتاعتهم ولا الواتس ولا التويتر ولا قنواتهم الفضائية لكن هم في حزن وكمد ليه لأنهم ما تصوروا أن الشعب المصري عنده هذا الوعي مصدومين طبعا وأنا أقرها لك وما شاهدنا إلا بما علمنا نسبة التصويت والمشاركة غير مسبوقة في تاريخك يا مصر صدق الله أكبر لأ أصلا أنا بتنقل يعني حضرتك أنا قلت لك أنا كنت في بلد العيات سلي بتشوفه من مشاهداتك اليومية وبعدين جيت لمؤسسة الخيرية في الهرم عشان كان عندي توعية للمؤسسة قد تبالك هيئة ومتعاملين بس إحنا لا نؤثر عليهم للأمانة إحنا كان ضرنا الذهاب إلى اللجان لانتخاب اختار ما أنت شاء أنت حر بس أنا كنت بصراحة بزود عبارة بدون تحديد اسم كنت بقول الوصف الأصلح لقيادة البلاد وكل واحد يشوف الأصلح بطريقة لا بس الأصلح بقى ليه خواعد عامة ما فيه مش هنقولها دلوقتي ما أنا فاهم فجنابك إيه بقى وطبعا إيه جامعة الأزهر فضل الله عز وجل يعني سيادتك إما تشوف التصويت وطبعا شرفنا وساعدنا كلنا أن أمس كان على رأس العلماء فضيلة العالم النوراني الموسوعي سيدنا أستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب حفظه الله ما راح شرف اللجان وكان فيه طليعة من ذهب للأداء بالصوت الانتخابي وأسازت جامعة الأزهر الأول مرة تحصل على فكر يعني فيه لجان عملت للمغتربين لأن معظم جامعة الأزهر من الأقاليم صحيح بيجم المحافظات حتى لا تعطل الدراسة للطلاب ففضل الله كانت فيه لجان للمغتربين وغير المغتربين ومن هنا المشاركة يعني والله بنسب أو بكسافة غير مسبوقة كان مفروض أي وطن شريف يبقى يحب الخير لوطنه قد تختلف إدلوجياً قد تختلف سياسياً قد تختلف فيه مسائل دينية لكن يبقى أصل حبك للوطن غيرتك على الوطن يعني العلماء علمونا في الأزهر الشريف يقولونا يا شوف بقى الكلام النوراني عند أهل العلم قال الذي همني رفع الراية ولا يهمني اليد التي ترفع الراية حلو الكلام أيه ده كلام عميق المؤمن راية وطني ترفع طبام من اللي رفع الراية أنا لا يعنين أن أنا أريد وطني لأن بقى هنيجي بالفقه الإسلامي اللي هو تخصص يقولك إيه بقى المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فمن هنا حضرتك إما نيجي بقى للمرجفين والمخزلين والجواسيس يبقى إيه ملعونين أينما ثقفوا اللي جاه بقى مش بتاعتنا ده بتاع القضاء أخذوا وقتلوا تقتيلة بحكم قضائي لأنه طبعا خلي بالك جنيات الإفساد والسعاية ضد الوطن لا ده جرائم لا تغتفر يعني حضرتك زي شغل الخوارج والعياذ بالله يعني جرائم نسأل الله أن يطهر منها البلاد وأن يبعدها عن البلاد أنا هنا بعطي نصيحة شرعية لهؤلاء لا يظنون أنه هو التجاؤه لأعداء الوطن في الخارج لأن كان مفروض أن إنسان عنده أدنى بصيرة طالما أن هناك من يدعمه ماليا أو إعلاميا أو أيا كان يعلم أنه هو بيكرهه بيكره بقى وطنه ويريد أن يستخدمه كشوكة أو خنجر في ظهر وطنه إنما المؤمن الحق يعني شوف زمان أقولك يعني سطر واحد أحد أعداء المسلمين لما سمع أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا معاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه أرضه على خلاف فهو أرسل لمعاوية سيدنا معاوية في الشام بيقول له أنا ممكن أرسل لك حامية من الجنود تقاتل معك عليا شوف بقى الناس اللي بتفهم أم سيدنا معاوية يقول له إيه والله لإن لم تنتهي لأرسلن أنا لك حامية تأتي برأسك على طبق وتقدم لعلي إن عليا أخي شوف إن عليا أخي أوه ده الفهم مش قال له لا ألحقني بقى بحامية قال له لا قال له أنت تبعث لي حامية ضد أخي علي بن أبي طالب وظنه بقى إيه إنه كان يعني غير عربي وغير 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 إنه يقول له أوه إنجدني قال له لا فهنا إحنا بنقول أنت اللي في مكان معين وعمل قناة وعمل سوشال ميديا وعمل تعمل إشعاعات وأي يوم يعني أنا النهاردة طلعت بيان كده بسيط مختصر أنت يا جماعة مضخمين حتة سكر وبصل هي أمن الوطن واستقراره مرهون بيكله سكر صعد أو نزل ما هم بكرة يعود يا يسف الله أقول لك مولانا يعني الناس لها حق إنها تخاف على لأمة عيشها وإنها تقلق من الغلا وإنها عايزة يبقى بس ده ما يجعلنيش إن أنا أنقم على الوطن بس كده لا هم حضرتك بإيجاز شديد سيدنا يعقوب وسيدنا يسف عليهم السلام سبع سنين وأزمة أمح اللي هو قوام حياة الإنسان حضرتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم استحمل حصار اقتصادي ومقطعة ثلاث سنوات أكلوا أوراق الشجر والجيف أعزاكم الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عام الرمادة الناس أكلوا الخل بالزيت الخل بالزيت لكن لم ينقلبوا على الوطن لم ينخموا على الوطن عارفين إن دي من سنن الله في كونه إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وبعدين يمكن حضرتك مش عارف انت حصلت أنا بس عجوز عنك شوي سنة 1967 لغاية ما جاء العبور لا إحنا حضرتك تحملنا عدم وجود صابون الغسيل ولا صابون الوجه ولا السكر ولا ولا وتحملنا ولما جاء الرئيس جمال عبد النصر الله رحمه ما قال له صوته يعلو على صوت المعركة ما حدش حزن والله العظيم وهختم بيها إن إحنا كنا نحل الشاي كفلاحين بنتعلم في الأزهر عقب حرب سبعة وستين بالملبس ما كانش على أيامنا الشكرات الغالية بتاعتكو دي كان ملبس شعب كده لا نجد السكر نقوم نحل الشاي واسبرنا ومصر عدت وغليان صورة تحلوا الشاي بالملبس ده منتهى العزة ده لا ده كان بملالين فأصدى أقول لحضرتك إيه نسأل الله أن يجعلنا أوفياء لوطننا شوف النبع السلام أحب مكة وأحب المدينة نسأل الله أن يرزقنا حب وطننا آمين وأن يعني عندنا محبة الخير أنه يعلو ولا يعلع عليه صح مما لا شك فيه مبارك يا مصر النصر ويتم ربنا غدا اللهم أمين اللهم أمين ألف 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 شكرا مولانا كل شكر لك ربنا خليك رب كل شكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة والساد الفقه المقارن بجامعة الأزهر لأنه مولانا شيء مهم جدا يمكن على المرحلة الستينية من بعد سبعة وستين ويمكن حد النصر المؤذر في تلاتة أو سبعين المصريين هم المصريين واللي بيعملوا المصريين من مبارح للنهار ده واللي عملوا زمان في تلاتين ستة واللي هيفضلوا دايما يعملوا الحقيقة أنا بالنسبة لي بقدر ما هو لافط للنظر بقدر ما هو دايما متوقع ده شعب عظيم وعارف إمتى ياخد القرار وياخده إزاي خلصت الحلقة لحد كده لكن ما خلصش الكلام سواني هيكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات